موسيقى مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد الصحف البداية من المساء التي كتبت أن وزارة الصحة تبحث عن حلول لوقف نزيف كورونا بجهة الدار البيضاء سطات إذ قررت تحويل المستشفى الميداني المقام بمقر مكتب معارض الدار البيضاء إلى مستشفى لاستقبال الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا والتي يتطلب وضعها بالعناية المرقزة وذلك بعد تزايد الحالات الحرجة بالجهة وارتفاع عدد الوفيات وكذا من أجل الاستعداد لارتفاع عدد الحالات الحرجة مع بدء انتشار فيروس الأنفلوانزة الموسمية إلى جانب فيروس كورونا الجريدة أضافت أن شركة خاصة تقوم بعمليات تزويد المستشفى بالأكسجين والتي تستوجب التغيير مرات عديدة خلال اليوم وهو ما كان يمكن أن يتسبب في مشاكل صحية للمرضى مع المساء دائما وورد بها أن تزوير شواهد تحاليل كورونا يسقط مهاجرين مغاربة في قبضة شلطة ميناء طنجة وتم تقديمهم إلى النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهم ونسبة إلى مصادر المساء فإن السلطات المينائية دعمت أجهزة المراقبة الأمنية الحدودية بطاقما طبي مختص يراقب مدى سلامة شواهد المختبرات الطبية التي تثبت خلوة أجسام أصحابها من فيروس كورونا وهي وثيقة ضرورية لدخول التراب الوطني الخبر أضاف أن هذا الإجراء أتى بعد شيوع لجوء بعض المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن إلى شراء شواهد طبية مزورة في جنوب إسبانيا بمبلغ بسيط لا يتجاوز العشرين يورو ويتم تقديمها إلى عناصر الجمارك ورجال الشرطة المينائية لسماح لهم بدخول التراب الوطني عوض إجراء تحاليل حقيقية في مختبرات خاصة يتراوح ثمنها بين 100 و140 يورو للفرد الواحد إلى الأحداث المغربية التي نشرت أن نسبة امتلاء أسرة الإنعاش الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وصلت في غضون أسبوع واحد فقط إلى حوالي 50% بعدما كانت النسبة نفسها قبل عشرة أيام لا تتجاوز 26% مما ينظر بالاقتراب من منطقة الخطر المحددة حسب منظمة الصحة العالمية بـ 65% وهذا يعني حسب الاختصاصيين في الإنعاش والتخذير أن الوضع الوبائي قد يصل إلى الدرجة الانفلات بجهة الدار البيضاء سطاط عموماً وبالمدينة الاقتصادية على وجه الخصوص الشكوك حول الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تطغى على عنوين الصحوم حالة الترقب السائدة لدى الأمريكيين والعالم تعكسها الصفحات الأولى صحيفة يو اس تي داي الشعبية الأمريكية عنونت على حالة التوتر والترقب الطاغية لدى الأمريكيين مع اقتراب ساعة الحسب أشهدت الصحيفة بنسبة المشاركة المرتفعة في الانتخابات لكنها أشرت كذلك إلى المخاوف التي تسبب فيها الوباء وتسببت فيها الفوضى داخل مكاتب الاقتراع تسألت الصحيفة عن مستقبل الولايات المتحدة قائلة الآن وبعد أن صوت الأمريكيون كيف يمكننا استشراف المستقبل كيف يمكننا العودة إلى تحضرنا ووحدتنا وصحتنا العقلية أكدت صحيفة يو اس تي داي أن الأمريكيين لا يمكنهم البقاء منقسمين إلا لمدة يقررونها بأنفسهم تشكيك ترامب في العملية الانتخابية وتلويحه بالذهاب إلى المحاكم لا يليق بالدولة التي تقود العالم الحر نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط هذا المشهد شبيه بما يحدث في دول العالم الثالث ويجعل صورة الديمقراطية الأمريكية تبدو مهزوزة أمام العالم يقول الكاتب في الشرق الأوسط إن الولايات المتحدة لا تواجه احتمال معارك قضائية حول النتيجة فحسب بل تحبس أنفاسها خوفاً من اندلاع أعمال عنف في ظل الاستقطاب الحاد الذي سبق الانتخابات ورافقها والعالم يراقب وينتظر حسم النتيجة التي ستكون لها تدعيات واسعة سواء داخل أمريكا أو على المسرح الدولي مقالة رأي في الصحف الأمريكية تؤكد أن دونالد ترامب سواء فاز في هذه الانتخابات أم لم يفز فقد نجح في شيء آخر هو بث التفرقة في صفوف الأمريكيين افتتاحية صحيفة لوسانجلس تايمز ترى أن ترامب حتى وإن لم يفز فهو قد نجح بشكل ما لقد نجح في تقسيم الأمريكيين وهذا الانقسام ستبقى آثره لفترة طويلة بعد مغادرته البيت الأبيض ترامب حول خصومه إلى أعداء وقوض المؤسسات وأقنع مواطنيه أنهم يخنون بعضهم البعض مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم الحصاد نلتقي نهاية الأسبوع المقبل إلى اللقاء